اشتركوا في القناة حفظه الله بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان في الذكرى العشرين لانطلاق هذا الحدث الرياضي العالمي وأكد سموه أن حلبة البحرين الدولية للفورميلوان موطن رياضة السيارات في شرق الأوسط حققت نجاحات كبيرة عززت مكانة البحرين عالميا من خلال استضافتها المتميزة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان وذلك على امتداد عشرين عاما الماضية وهي تسجل نجاحا كبيرا في السباق الأخير الذي شاهد حضور حوالي مئة ألف من الجماهير وأضاف اسم الشيخ خالد بن حمد أن حلبة البحرين الدولية تعد شاهدا على الدحم اللامحدود الذي يليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للحركة الرياضية كما أن هذا المشروع هو تجسيد لرؤية سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والذي أرسى ثقافة رياضة السيارات في البحرين والمنطقة وجعل المملكة محطة أنظار العالم وأوضح اسموه بأن البحرين قد أثبتت تمييزها في استضافة السباق العالمي بكل جدرة واقتدار وكتبت قصة نجاح جديدة وهو ما يعكس قدرات أبناء البحرين على استضافة الأحداث الكبرى الرياضية بتمييز وأكد اسموه أن حلبة البحرين الدولية عرفت العالم بمملكة البحرين في ظل ما تحظى به رياضة السيارات وسباق بطولة العالم للفورميلا ون تحديدا من شعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم